طيب عشان لسه فتح التلفزيون وجاي بقناة الاهلي دلوقتي اللي انا هقوله لك دلوقتي مش مبرر ومش عزر ومش حجة في الجزء اللي فات اتكلمنا على كل السلبيات والاخطاء اللي ممكن تكون موجودة وبنكر يا جماعة ان احنا الفترة دي وحشين احنا الفترة دي في اسوأ حالتنا احنا الفترة دي في كبوة كفريق اول لقرة القدم تحديدا داخل النادي الاهلي يعني لكن في عزم انا وحش بعد اذنك الديني حقي في عزم انا وحش انا مش عايز منك غير انك تطبق العدالة حاجة صعبة حاجة فيها مشكلة حاجة مستحيلة لأ هل العدالة بتطبق ما بتطبقش هل الفار شايف شغله ما بيشوفش الفار ما بيشوفش اللي هو حاجة احنا كنا مسكين فيها بايدنا وسنانا كجماهير مصرية وبشكل عام بمختلف انتماءات النادي تكون موجودة في مصر عشان الاخطاء اللي التحكمية تقل كنا فتنين هي هتقل والدنيا هتبقى حلو وزي فل او حتى لو فيه اخطاء هتبقى اخطاء بسيطة مش مؤسرة لكن لقينا العكس تماما بقالنا سنتين في قصة الفار دي وفي نفس الوقت فيش اي تقدم في مستوى التحكم ومفيش اي تطور ملحوظ بل بالعكس فيه كوارث بالعكس فيه اخطاء يعني تضيع مجهود سنة وسنين ممكن اي فرق تكون بتعمله وهنا مش بتكلم على الاهلي بس مثلا او 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 اكتر فرق لكن الاهلي اكتر فريق بيتأثر ويتعرض لهذه الاخطاء التحكمية واكتر فريق بيبقى فيه بخل كبير قوي في انك تروح في مطشاطه للفار بيقى فيه كسل انا لسه اخرج ملعب بروح ابص على الشاشة وعلى الفار واشوف الكرة دي فعلا مش فاول بتحس كده والله بحس كده تيجي بص في مطشاطه التاني هوب بيجري يلا نا يقول لك فار يروح يبص على الفار ويرجع وياخد قراره سواء بقى قرار يغيره او يعني يوافق على قراره او كلام من دعيا كان بس بيروح بيستخدم الفار لكن احنا في مطشاطه الاهلي الفار ملوش تازم ومش عارف يا الموضوع ده حيفضل لحد امت يعني بصراحة الواحد مش عارف مبارح اخطاء كارسية بداية من كارت اهمر للعب المقاولين العرب مفوش نقاش شوفنا حالات اخف منها في مطشاط تانية الكارت بيطلع على طول بعد ما تروح للفار لو ينفع جماعة جابولنا الصورة او اي حال بتاعت الكرة بتاعت حمدي فتحي الراجل داخل بمنتهاء القوة بالاسترزات بتاعت الحزاء بتاعه فين في القصبة هي تعتبر قضعة في المناطق في القدم يعني فبالتالي هي دي اللقطة ايه بص بقى من زاوية قريب قد يكورة مش هي دي يا جماعة مش هي دي يا جماعة مش هي دي يا جماعة احنا عايزين كرة حمدي فتحي عايزين كرة حمد فتح كرة حمد فتح اللي الراجل دخل بأقوى ما يمكن فيه صاق حمد فتح وكانت ممكن تجيب له صابة قوية جدا يعني ربنا سطر الحمد لله لو مع ذلك الكابتن محمد عادل او بلاش نوم مع الكابتن محمد عادل يا ما تلاهم الراجل بس هنا اللوم أكتر على الفار على الراجل اللي قاعد على الفار فكروا لي اسمه يا جماعة الراجل اللي كان قاعد على الفار حضرتك يا فندم هل انت ملم بكيفية استخدام تكنية الفار يا نهى رب يض يا نهى رب يض تخيل يا سيدي الكرة دي ما تحسبتش كارتة أحمر ازاي ازاي يا جماعة فهموني الواحد حيتجن اهو رجله على الأرض سابتة والتاني داخل بأسفل الحزاء في القصفة يعني لو قدر الله ممكن تجيب له كسر ممكن تجيب له كسر مضاعف الحمد لله ربنا سطر على العب من العيبة الرجالة المهمة جدا في النادي الآهل ازاي دي ما تحسبش طرد حضرتك لو ديت حسب الطرد ما تفرق معي في بيئة المتش مش حقي يعني ده مش حقي ان الكل دي تحسب طرد ولا هو انا يعني باتكلم في حاجة مش من حقوقي ولا حاجة مش منطقية طب يا جماعة هو بروتوكول الفار بيقول كده ولا لأ يعني بروتوكول الفار ليحيكونش قولي اه بروتوكول وروح البروتوكول ومش عارفه طب هو روح البروتوكول مش موجودة في دي وموجودة في حاجات تانية فين هنا روح البروتوكول يا كابت العصاب فين نفسها قدي واحد طرد طرد يفرق معك في باية المباراة الكرة التانية وهي الكرة اللي كانت في آخر دقيقة في المطش بتاعت حسام حسن ضرب الجزاء علني هي مفروض تتحسب ضربتين جزاء في لعبة واحدة مجازا يعني مفروض ضرب الجزاء مش محتاج نقاش الراجل جايب حيقل لحسام حسن لتيشرت بتاع لو بيقول له اوح اخد رايح فين لكن في نفس الوقت الكابتن محمد عليا حتى الناس في الفور مقالوش تعالى يا كابتن بعد إذن حضرتك تعالى بص على اللعبة دي لا متعبوش نفسهم وهنا السؤال يالت تفكروني يا جماعة باسم حكم الفور لو سمحت السؤال هنا ايه ان الراجل حكم الفور ده كحكم كم مطش من المطشات الكبيرة اهي الصورة بص هو التيشرت خاص بيتقلع ايوه كابتن مصطفى متحت كابتن مصطفى متحت اللي كان موجود على تكنية الفور كابتن مصطفى متحت بعد إذنك يا كابتن مصطفى إزاي حالات زي دي ما تناديش فيها كابتن محمد عدل أعمل اللي عليك يا كابتن مصطفى يعني أنت ليه ما عملتش اللي عليك هل ده نوع من أنواع مثلا الان تكسل هل ده نوع مثلا من أنواع عدم التركيز هل ده نوع مثلا من أنواع عدم الإلمام بكيفية تدخل تكنية الفيديو في بعض الحالات وإيه هي الحالات اللي ينفع وتتدخل فيها وإيه الحالات التي ندي فيها حكم الساحة ولا لأ. مش عارف لكن الكرة زي دي ده فيه قبل ما يشده كده كان فيه واحد تاني بيشده حسام حاسم وراه يحاخد الكهورة في نفس اللعبة ومع ذلك مع ذلك ما تحسبش كان ده وحتى مراحش للفار عايف لو رحت للفار وما حسبتش هقول لي عم يمكن دي وجهة نظر لكن ده اصلا ان انت تروح للفار نفسه ما بتحصلش هل ده مبرر او بديكو حجج مش بديكو حجج تاني هعيدها اه لا احنا وحشين احنا مش في افضل حالتنا فرقتنا في كابوة وبإذن اللعبة بينا كلنا وبجماهيرنا بإذن الله هتطلع منها بإذن الله مش هتطول في الاهل الكابوات ما بتطولش فدي حاجة مهمة جدا عندي بقى ضربة جزاء بتاعت علي معلول اللي ضعت ياريت لو نجيبها هتلاقي ايه بقى هتلاقي ان اللعبة اللي شتت الكرة بعد ما نصدها بالصعود عدى او السبق اللعبة اهو اهو اللي علمين ده ايوه هو ده سبق اللعبة كلها قبل ما الضربة تتشاط فبالتالي هو بقى عنده الافضلية انه يلحق الكرة فبالتالي وجب اعادة هذه الضربة ما تعددش ليه يا فندم عشان الفار الفار عامل ايه؟ ما ناداش الحكم ما ناداش الحكم ليه؟ علامات استفهم كتير بقى مش لاقي مبرر مش لاقي سبب اهو حسن الشامي سبق اللعبة كلها يعني تقريبا انه علي معلول بيشوت هو جوه جوه المنطقة علي معلول ضيع كرة العظماء في العالم كله بيضيعه ضربة الجزاء عادي ده واحد عنده يا جماعة تاريخ هو واحد مؤثر ولعب كبير جدا جدا لكن اهمني دلوقتي ايه اهو ادي حسن الشامي هو ناحية المين زي ما حالكم شايفين اهو لوحده جوه اهو بيجري بقى عنده الافضلية انه يلحق الكرة ففعلا نستخدم الافضلية دي وطلع الكرة بالتالي ايه؟ بالتالي لازم الضربة تتعهد ما تعددش ليه؟ مش لايه سبب والله العظيم ما لايه سبب فهل الاهل الظلم تحكمية؟ طبعا الظلم تحكمية هل احنا منطلع حجة؟ لا ما منطلعش حجة بس بنقول حتى حقي انا وانا في اوحش حالاتي مش طالب منك غير العدالة الفير بس ما بقولكش كسدني بقولك يديني حقي ده ما بيحصلش فدي مشكلة كبيرة جدا تعالوا بقى للكرة الهدف اللي تلاغت بتاع حسام حسن هنا البعض قالك لا هدف صحيح والبعض قالك هدف غير صحيح فتعالوا نبسط على الكرة ايه؟ ليه؟ لان ممكن الناس تقولك اصلي رامي الربيعة ده المدافع اللي رايح يحاول يلحق الكرة قبل محسام حسن يشوتها لو في زاوية قرائبة يبقى حلو قوي واخدين بالكم انا مش شايف اي يعني مضايقة مؤسرة قوي او عطلت لعب المقاولين قوي عشان كرة تتحسب فاول او تتحسب افساية يعني هو حضرتك كرة يتردت من ابو الصعود اتلعبت بالهد جات في العرض جيره من الربيعة يحاول يرجع كان معاه جنبه مدافع المقاولين عطلوا في ايه؟ انا مش عارف شدوا لأ عمل عرقلة مثلا ووقعوا لأ تدخل بعنف لأ طب ليه ما تحسبتش؟ برضو معرفش برضو معرفش هل الاهل ظلم تحكميا بالأمس؟ مؤكد مؤكد لكن في نفس الوقت انا برضو مش بقولك حجج بقولك ان احنا فقوحش حالاتنا تاني انا بعيد الكلام عشان الناس اللي بتعطى قطع الكلام بتعطى قولك بص بيتحققه وبتعلق احنا وحشيد احنا مش في افضل حالتنا احنا فرقتنا متمر بكابوة واحنا اللي حنرجحها وجمور النادي الاهل العظيم هو اللي حيرجحها وهو اللي حيفوق الفرقة لكن في نفس الوقت احنا مش طلبين للحقوقنا يا جماعة في الملعب ابسط حاجة في الدنيا خلينا نروح لفاصل